نشرة مفصلة من الميادين السلام عليكم وإلى عنوينها كاري يسانف لقاءاته المكثفة في فلسطين المحتلة لمنع انهيار المفاوضات ويلتقي مجددا اليوم نتنياهو ثم عباس بعد لقائه فجرا وفدا فلسطينيا في القدس المعارضة تؤكد استعادة الجيش السوري سيطرة على قمة استراتيجية في ريف اللاذقية واشتباكات دامية بين نصرة وداعش في الحسكة السلطات المصرية تقدم أدلة جديدة على تورط مرسي والإخوان في التخابر مع الخارج وتهريب وثائق سرية الانتخابات البلدية تطيح رئيس الحكومة الفرنسية وهولند يستبدله بمانويل فالز وزير الداخلية يواصل وزير الخارجية الأمريكية جون كاري اليوم لقاءاته المكثفة في فلسطين المحتلة في إطار ما يوصف بجهود الساعات الأخيرة لمنع انهيار المفاوضات الفلسطينية الإسرائيلية فبعد محادثات ليلية استمرت ساعات مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بن يمين نتنياهو يعود كاري ليلتقيه اليوم بحسب الإذاعة الإسرائيلية على أن يلتقي أيضا الرئيس الفلسطيني محمود عباس الذي كان قد أوفد ليلا وفدا فلسطينيا للقاء كاري في القدس المحتلة القيادة الفلسطينية كانت قد أعلنت أنها ستبدأ إجراءات الانضمام إلى منظمات الأمم المتحدة إذا لم يحمل وزير الخارجية الأمريكي جوابا بشأن إطلاق الدفعة الرابعة من الأسرة مع وصول المفاوضات الفلسطينية الإسرائيلية إلى حائط مزدود وصل وزير الخارجية الأمريكية جون كاري على نحو مفاجئ إلى القدس المحتلة هذه الزيارة تأتي بعيد انتهاء مهلة التسعة أجهر للوصول إلى اتفاق سلام ساعات قضاها كاري مجتمعا برئيس الوزراء الإسرائيلي بن يمين نتنياهو في جعبة كاري بعض الحوافز لإسرائيل على رأسها الإفراج عن جوناثان بولرد الذي يمضي عقوبة السجن المؤبد في الولايات المتحدة بتهمة التجسس لحساب إسرائيل هذا ما قاله مسؤول أمريكي لكن البيت الأبيض قال أن لا جديد عنده عن الجسوس الإسرائيلي بولرد شخص أدين بتهمة التجسس وهو يقضي عقوبته وليس لدي أي جديد عن وضعه في المقابل رفضت القيادة الفلسطينية تمديد المفاوضات من دون تجميذ الاستطان بشكل كامل القيادة تمسكت بإلزام إسرائيل إطلاق الدفعة الرابعة من الأسرة ورفضت الابتزاز السياسي أما قرار القيادة الثالث فكانت توجه لمنظمة الأمم المتحدة فور انتهاء مهلة المفاوضات نهاية الشهر الجاري لم يحضر كاري إلى رمالة للقاء عباس كما كان مقررا لكن وفدا فلسطينيا وصل إلى القدس والتقاه يحاول كاري في زيارته إنقاذ محادثات السلام المتعثر أصلا فإسرائيل تعرقل المفاوضات وفي الوقت نفسه تشترط على الفلسطينيين مواصلة المحادثات إلى ما بعد الموعد النهائي حيث لم تلتزم الإفراج عن الدفعة الرابعة من المعتقلين نتنياهو كان قد حذر من أن المباحثات على حافة الانفجار في وقت يواجه أيضا معارضة شارسة ترفض وقف الاستطان والإفراج عن الأسرة الفلسطينيين وينضم إلينا مدير مكتبنا في فلسطين المحتلة ناصر اللحام ناصر أوفد عباس فجرا وفدا فلسطينيا للقاء كاري لماذا هذا اللقاء وما الذي دار فيه؟ الاجتماع الذي ضم القيادة الفلسطينية في رمالة اتخذ القرارات الثلاثة التي اجتمعنا إليها الرئيس أوفد دكتور صعب عرقات كبير المفاوضين واللواء ماجد فرج رئيس المخابرات العامة لرقاء كاري لأن اجتماع كاري مع ناثانيا استمرر نحو خمس ساعات وهذا كثير وكان كاري ربما يعتقد أن الأمور سهلة لكن الأمر أشبه بإعادة ترتيب بكلمات المتقاطعة الفلسطينيون من جانبهم لم يعد لديهم صبرا على الحيال الإسرائيلية والانتزاز المتواصل والتهديدات الإسرائيلية المتواصلة واضح تماما أن مسألة الإطلاق صراحة دفع الرابع بيد ناثانيا هو لأنه سبق ونوقشت في الكنيسة وقررت الصفقة كلها بالدفاعات الأربع ولقشها الكابينيت وأقرها والحكومة الإسرائيلية وأقرتها إذن هي يستطيع ناثانيا وإطلاق صراحهم لكن يريد إبتزاز أو المزيد للإبتزاز لكيادة الفلسطينية مع تورا المستقبل على كل حال من الأحوال لا يبدو الأمر واضح لكن الاحتمالين واردين 50% ينجح كاري في إطلاق صراحة دفع الرابعة وربما المئات الآخرين من الأسرى مقابل تمديد المفاوضات و50% فعلا أن الفلسطينيين ضاقت بهم السبل وستتوجهون للأمم المتحدة وإلى حيث ألقت رحاها ناصر هناك معلومات أو تتحدث وسائل أعلام إسرائيلية عن دوي انفجارين في إيلات هل لديك معلومات إضافية حول هذا الموضوع؟ إسرائيل أعلنت بأن إيلات معرضة لصواريخ من الجهاديين في سيناء وهذه الصورة العامة التفاصيل لم ترد بعد لكن كم حاولت إسرائيل أن تحصن إيلات مؤخرا بالقبة الحديدية وابح تماما أن القبة الحديدية ليس فقط أنها تمنع نزول الصواريخ على المناطق التي فيها السياح وإنما أصوات الانفجارات تصل إليهم حتى لو لم تسقط هذه الصواريخ نعم إذن مدير مكتب الميادين في فلسطين ناصر الرحام شكرا لك وبالعودة إلى ملف المفاوضات وفي مقابل الإفراج عن الأسرى الفلسطينيين أفيد بأن إسرائيل تطالب الولايات المتحدة بالإفراج عن الجاسوس الإسرائيلي جوناثان بولارد المسجون لديها وصى معلومات عن اتجاه أمريكي لتنفيذ ذلك لإنقاذ المفاوضات فمن هو بولارد في التقرير التالي لمحمد السواد جاسوس إسرائيلي سرب مئة الآلاف من الوثائق العسكرية الأمريكية لصالح تل أبيب جوناثان بولارد هو ذا على يمين الشاشة بولارد البالغ من العمر ستين عاما قضى نصف عمره في السجون الأمريكية بعد أن ألقي القبض عليه من قبل جهاز الاستخبارات الأمريكي CIA بتهمة استغلال منصبه السابق في الاستخبارات البحرية الأمريكية وتعود قصة هذا العميل الإسرائيلي لعام 84 عندما اتفق مع أحد الضباط الإسرائيليين على التسريب ومسح معلومات عسكرية جلها متعلقة بالدول المجاورة الإسرائيل بالفعل استخدمت إسرائيل تلك الوثائق لإعداد أسلحة دفاعية ضد أسلحة الدمار الشامل لدى البلدان العربية المجاورة بل واستخدمت وثائق بولرد لعمليات هجومية أشهرها قصف مقر منظمة التحرير الفلسطينية في تونس عام 85 وفي العام نفسه شعر بولرد بمراقبته من عدة جهات استخباراتية من بينها جهاز الموساد نفسه فبادر إلى تسليم نفسه مع زوجته للسفارة الإسرائيلية في واشنطن لكن أبواب السفارة أغلقت في وجهه واستمرت إسرائيل في تجاهل بولرد بعد أن حكم عليه بالسجن المؤبد لكن الدلائل التي قدمتها الاستخبارات الأمريكية ضد العميل الإسرائيلي لم تدع مجالا للنكران ففي عام 98 أقرت إسرائيل رسميا بأن بولرد تصرف كعميل لها ومنح الجنسية الإسرائيلية ومنذ ذلك العام وإسرائيل تطالب بالإفراج عنها لكن واشنطن ترفض باستمرار في تطورات الميدانية السورية أكدت المعارضة السورية سيطرة الجيش السوري على قمة المرصد 45 الاستراتيجية في ريف الاذيقية الشمالي وقال المرصد السوري لحقوق الإنسان أن تقدم حققته القوات النظامية في المرصد 45 في ريف الاذيقية وأنها نشرت راجمة صواريخ على التالة المشرفة على قران عدة مشيرا إلى أن المعارك العنيفة مستمرة في المنطقة وكان مصدر مطلع للميادين قد أفاد بأن الاشتباكات مع المسلحين الذين عبروا الحدود مع تركيا انتدت إلى محيط قرية السمرة وبأن الجيش يسعى إلى قطع طريقي بين كسب والسمرة لعزل المسلحين هناك المجموعات المسلحة كانت قد سهدفت محيط المطار في القرداحة المجموعات المسلحة أيضا عرضت مشاهد قالت أنها تعود لقصف المطار بصواريخ جراد وكان المرصد السوري المعارض قد أعلن أن الصواريخ سقطت كرب المطار من دون أن توقع ضحايا الأضرر الله أكبر أليس الصبح بقريب؟ بلا ضمن سلسلة عملية معركة الأنفال تقوم حركة أحرار الشام بدك مطار الحميمين وذلك ثأرا لإخواننا في حلب لما يرميه النظام من براميل عليهم أسأل الله عز وجل لنسدد رمينا ويليك عدونا تكبير الله هو أكبر تكبير الله هو أكبر الله هو أكبر في محافظة الحسكة تحدث المرصد عن استمرار الاشتباكات العنيفة بين مقاتلي الكتائب الإسلامية وجبهة النصرة من جهة والدولة الإسلامية في العراق والشام من جهة أخرى في محيط بلدة مركدة وذلك إثر هجوم مضاد نفذته النصرة والكتائب الإسلامية على حواجز لداعش في محيط البلدة في محاولة منها لاستعادة السيطرة على البلدة الاستراتيجية وكانت المعارك بين الجانبين في الأيام القليلة الماضية قد أدت إلى سقوط عشرات القتلة أما في درع فقد قتل القيادي في الجيش الحر مهند المصري في انفجار عبة ناسفة بسيارته كذلك أدى تفجير عبة في درع يوم أمس إلى مقتل القيادي العسكري في لواء المهاجرين والأنصار لواء الحراكي في دمشق فقد أفادت مصادر للميادين بتوصل الفصائل الفلسطينية في مخيم اليرموك إلى تسوية مع المجموعات المسلحة من أبرز بلودها تثبيت التهدئة وانسحاب المسلحين إلى خارج مخيم اليرموك اليرموك على خط تسويات مجددا معلومات للميادين تحدثت عن اتفاق تم منذ يومين بين الوفد المصغر للفصائل الفلسطينية والقوى المسلحة وأمس جرى الاتفاق على تثبيت التهدئة ووقف إطلاق النار بين الطرفين كمقادمة لبدء تنفيذ التسوية البند الأساسي في هذا الاتفاق شدد على خروج المسلحين الغرباء من المخيم كليا من هنا تحدثت المعلومات أن وقفا لإطلاق النار سرى منذ مساء أمس تمهيدا لخروج عناصر جبهة النصرة وأكناف بيت المقدس والعهدة العمرية مصادر الميادين قالت إن ذلك سيجري خلال اليومين المقبلين البند الثاني من الاتفاق يقضي بأن تتولى قوى مشتركة من المسلحين من أبناء المخيم وعناصر الفصائل الفلسطينية الأربعة عشر حماية المخيم عند أطرافه شرط عدم دخول المسلحين إلى داخله إلا بعد تسوية أوضاعهم وتخليهم عن السلاح أما الأمن الداخلي للمخيم فهو من مسؤولية الشرطة السورية خالد عبد المجيد الأمين العام لجبهة النضال الشعبي الفلسطيني قال للميادين إن الانتشار سيجري على ثلاث مراحل الأولى ستكون في قسم من شارع الثلاثين ويرموك وفلسطين وستجري خلال ثمان واربعين ساعة المرحلة الثانية ستكون وسط المخيم أي المنطقة التي يحدها حي تضامن من جهة والقدم من جهة أخرى أما المرحلة الثالثة فستكون في جنوبي شرقي المخيم وهي الجزء المحاذي ليلدى والحجر الأسود أنوار عبد الهادي رئيس الدائرة السياسية لمنظمة التحرير الفلسطينية بدمشق قال للميادين إن الوفد المكلف من الفصائل الفلسطينية سيدخل المخيم خلال ساعات لإتمام التفاصيل اللوجستية وفي مخص المعلومات التي تحدثت عن وساطة قامت بها القوى الفلسطينية للقاء وجهاء من الحجر الأسود والتضامن مع الممثلين عن الجانب السوري نفى عبد الهادي أن يتصل لأي من القوى الفلسطينية بشأن وساطات لإتمام أي لقاء وقال هذا شأن داخلي سوري لا نتدخل فيه لكن عبد المجيد كشف عن جهود بذلتها قوى فلسطينية من الداخل والخارج بهدف إتمام مصالحة في المنطقتين مؤكدا أنه جرى انضاج هذا الأمر عبد المجيد قال أيضا أن التسوية في التضامن والحجر الأسود تسير بالتزامن مع تسوية اليارموك ولن يفصل بينهما فارق زمني كبير والآن نعود إلى ناصر اللحاء مدير مكتبنا في فلسطين المحتل ناصر ذكرت بالعودة إلى مضوع التفجيرين في إيلات وسائل إعلام إسرائيلية ذكرت أن هذين التفجيرين مصدرهما سيناء إطلاق صاروخين من سيناء ماذا لديك من تفاصيل؟ في الحقيقة يتم التأكد إذا كان صاروخ واحد أو صاروخين الاحتمالين متاثرين الصاروخ من نوع جراد أهالي إيلات شاهدوا الدخان في السماء القبة الحديدية المضادة للصواريخ اعترضت الصاروخ وهذا ما منع وصوله إلى المدينة وأن يصل إلى الأرض أو يفجر المباني لغاية الآن خبراء المتفجرات يقومون بفحصه ولكن التوجهات والتحقيقات الأولية تشير إلى أن الصاروخ جراد كانت قادمة من سيناء بالتأكيد لا يوجد غنطقة أخرى سوى البحر الأحمر والسيناء في إيلات إسرائيل لا يتوقع أي رد فعل منها باستثناء المزيد من الحرص والقبة الحديدية لأنها هي الطريقة الوحيدة التي يمكن فيها أن تواجه هذا الموضوع لغاية الآن هذه هي الدخلاية منفردة في صحراء سيناء تقوم بإطلاق صاروخ القبة الحديدية في إيلات لم تواجه وابل من الصواريخ كما كان على حدود غزة وإنما لغاية الآن منذ أن نصبت القبة الحديدية صاروخ واحد أو اثنين يتم إطلاقهما وتعترضهما القبة الحديدية لكن لم تقف هذه القبة في الامتحان الحقيقي لزخم الصواريخ المتوقع مثلا لو انهارت الجبهة مع إيلات إذن ناصر الرحام نحن ننتظر منك هذه التفاصيل حول الموضوع حدثنا من فلسطين المحتلة شكرا لك أعلن تنظيم جبهة نصرة مقتل أحد عناصره وهو لبناني في القتال في سوريا وهو الفتى اللبناني الثاني الذي يقتل خلال أسبوع وقال التنظيم في تغريدة نشرت على صفحته الخاصة في موقع تويتر إن اللبناني يدعى محمد السبع ويلقب بأبي عائشة ويبلغ من العمر سبعة عشر عاما وهو من مدينة ترابلس اللبنانية عاصمة المحافظة أو محافظة الشمال ولم يشر أو يشر التنظيم أين قتل السبع وعلى الحدود اللبنانية السورية ضبط الجيش اللبناني سيارة مفخخة في جرود بلدة عرسال الحدودية وقد ضرب الجيش طوقا أمنيا حول السيارة والسقدم خبيرا عسكريا للعمل على تفكيكها وقدرت مصادر عسكرية زنة العب بنحو مئتي كيلو جرام أعدت للتفجير بطريقة احترافية وإلى الحدود الجنوبية اللبنانية مع فلسطين المحتلة حيث سجل ليلة أمس تحليق مكثف لمروحيات الجيش الإسرائيلي فوق إجواء الجنوب وصولا إلى مزارع شبع المحتلة مرسل الميادين أفاد بإلقاء جيش الاحتلال قنابلة في مرتفعات مزارع شبع المحتلة حيث مشت أيضا الأحراج المحيط بمواقعه في المزارع المحتلة من خلال إطلاقه عددا من القضائف المدفعية إضافة إلى ميران رشاشاته في مصر أعلن وزير الداخلية المصرية لواء محمد إبراهيم أن الرئيس المعزول محمد مرسي وعددا من قادة الإخوان المسلمين استولوا على وثائق ومستندات تمثل أمن القومي المصري وجرى تهريبها إلى جهاز استخبارات دولة عربية معروفة بدعمها للتنظيم الدولي للجماعة نكشف عن تفاصيل جديدة لأخطر القضايا المتورط فيها قيادات التنظيم الإرهابي وهي قضية التقابر المتهم فيها الرئيس المعزول محمد مرسي وآخرين من ضمنهم أمين الصرفي الذي كان يعمل سكرتير لرئيس الجمهورية أنزاك أدلة جديدة تتهم قادة الإخوان والرئيس المعزول محمد مرسي بتهريب وثائق إلى خارج قصر الرئاسة في فترة حكمه تمس الأمن القومي وتسليح الجيش المصري الخطير أيضا هو ما كشفه وزير الداخلية حول تورط دولة عربية وقناة فضائية في محاولة تهريب الوثائق تشكل تهمة التخابر يحال بها إلى محكمة الجنايات ولا علاقة لها بالتهمة اللي وجاري محاكمة عليها الآن تهمة جديدة وواقعة جديدة وما فيش ارتباط بينها وبين الواقع الأخرى تهم إن ثبتت ستنعكس بطبيعة الحال على علاقة القاهرة بالدولة المشاركة في تهريب الوثائق وسترفع من حالة الاحتقان في الداخل أعتقد أنها ستزيد من حالة الكراهية والاحتقان من قبل الشعب المصري حيال جماعة الإخوان المسلمين مما يجعل عملية المصالحة أمرا صعبا للغاية أو بعيد المنال إضافة إلى أنها ستزيد من حالة الاحتقان المجتمعي بمعنى أن جماعة الإخوان سوف تصر على طريق العنف وسوف تظل خارج المشهد السياسي وتلجأ إلى وسائل غير سلمية أحيل الرئيس المعزول محمد مرسي إلى محكمة الجنايات في فبراير الماضي وأخرون من قيادات وأعضاء تنظيم الإخوان بتهمة التخابر مع منظمات وجهات أجنبية خارج البلاد والتنسيق مع تنظيمات جهادية داخل مصر وخارجها لإعداد عمليات إرهابية داخل الأراضي المصرية إذن هي تهمة جريدة تضاف إلى قائمة القضايا التي يحاكم فيها الرئيس المعزول ونظامه تهمة حال ثبوتها قد تزيد العزلة المفروضة على جماعة الإخوان المسلمين على المستويين الرسمي والشعبي هجم الناع القاهرة الميادين تنطلق اليوم في العراق الحملة الإعلانية للانتخابات البرلمانية قبل شهر من مواعد إجرائها أعلنت المفوضية العليا للانتخابات موافقتها على جميع أسماء الكيانات والإتلافات بعد حسم موضوع السبعاد المرشحين إذن نبدأ نافذتنا على الانتخابات العراقية بإلقاء الضوء على خارطة توزع الكتل النيابية في البرلمان العراقي والمتغيرات التي طرأت على هذه الخارطة حسن حجازي السلام عليكم أكثر الكتل النيابية العراقية التي خسرت وحدتها هي القائمة العراقية الإتلاف الأكبر من حيث عدد النواب سابقا حاز واحدا وتسعين مقعدا من أصل ثلاثمائة وخمسة وعشرين القائمة تشضت إلى خمس كتل بات أكبرها اليوم إتلاف متحدون وينضو فيه خمسة وثلاثون نائبا بزعامة رئيس البرلمان أسامة النجيفي سطوع نجم النجيفي في السنتين الأخيرتين أزاح إياد علاوي عن رأس الكتلة بحيث بات يحتفظ فقط بعشرة نواب تحت راية القائمة الوطنية تتساوى مع الوطنية جبهة الحوار الوطني التي يتزعمها نائب رئيس الحكومة صالح المطلق انشقاقات أخرى أفرزت الكتلة العراقية البيضاء والعراقية الحرة وتضم كل منها عشرة نواب على عكس القائمة العراقية بقي ائتلاف دولة القانون موحدا ويسيطر على تسعة وثمانين مقعدا بزعامة رئيس الحكومة نور المالكي التحالف الوطني بزعامة رئيس الحكومة الأسبق إبراهيم الجعفري كان يستحوذ على سبعين مقعدا تتوزع أكثرياتها اليوم بين أربعين نائبا لكتلة الأحرار ممثلة طيار السيد مقتضى الصدر وتسعة عشر نائبا لكتلة المواطن التابعة للمجلس الأعلى الإسلامي العراقي بزعامة السيد عمار الحكيم وبين القائمة والإئتلاف كتل مستقلة أخرى هي التوافق العراقي وله ستة نواب وإئتلاف وحدة العراق وله أربعة نواب وكتلة وطنيون ولها نائبا في الجانب الكردي بقي التحالف الكردستاني محافظا على كتلته الوازنة المكونة من ثلاثة وأربعين مقعدا الكتلة تمثل الحزبين الكرديين الرئيسيين الديمقراطي بزعامة رئيس الأقلي مسعود البرزاني والاتحاد الوطني بزعامة الرئيس العراقي جلال الطالباني أما كتلة التغيير التابعة لحركة التغيير المعارضة في كردستان بزعامة نشروان مصطفى فلاها أيضا ثمانية نواب كذلك يحظل اتحاد الكردستاني بأربعة مقاعد مقابل مقعدين فقط للجماعة الإسلامية الكردستانية للأقليات أيضا حصة في البرلمان العراقي حيث تتمثل قائمة الرافدين بثلاثة نواب عن المسيحيين إضافة إلى نائبين عن المجلس الشعبي الكلداني السورياني الأشوري ونائب واحد عن الحركة الأيزدية من أجل الإصلاح والتقدم السلام عليكم عين الرئيس الفرنسي فرنسو هولندز مانويل فالس رئيسا جديدا للحكومة الفرنسية وذلك بعد استقالة رئيس الحكومة السابق جون مارك إيرولت عقب هزيمة الحزب الاشتراكي في الانتخابات البلدية هولند قال إنه تلقى بوضوح رسالة الفرنسيين واعدا بفريق حكومي مصغر وبتخفيف الضرائب قبل عام 2017 والآن إلى أبرز ما عنوانته الصحفة العربية اليوم مع الزميلة دلولة حديدان صباح الخير دلولة صباح الخير مجددا مشاهدين أخبار كثيرة جاءت بها صحف هذا الصباح بداية مع صحيفة الوطن السورية وقد كتبت الإفراج عن نجنة مدينة المليحة وتسوية أوضاع العشرات بريف العاصمة المصالحة في الزمداني خلال أيام والهدوء سيد الموقف في اليرموك نقرأ في الوطن أيضا الإبراهيم يسعى وراء لقاء ثلاثي وطهران تؤكد أن أمريكا تغوص في مستعقع العراق والسوريا لفروب واشنطن تعارض تزويد المسلحين بمضادات للطائرات إلى صحيفة الشرق الأوسط ونقرأ فيها فوز مريح للعدالة في إسطنبول وست عشرة بلدية وبفارق ضئيل في أنقرة أردوغان يحكم قبضته ويتواعد خصومه بالعقاب نقرأ فيها أيضا الجيش التركي يرد بالمدفعية إثر سقوط قذائف هاون على بلدة حدودية اشتعال المعارك في ريف اللذقية واغلاق مطار عسكري محكمة باكستانية أدنته بتهمة تعليق الدستور عام 2007 مشرف واجه الإعدام بعد اتهامه بالخيانة العظمى نقرأ في صحيفة البيان العراقية انطلاق الحملة الانتخابية للإتلاف المشاركة بالانتخابات الاتلافات المشاركة بالانتخابات تأمر وحيات الجيش تقصف تجمعا لعناصر داعش في منطقة زوبع ويرهابيون يفجرون جسر النومية إلى صحيفة الدستور الأردنية ونقرأ فيها اقرار بناء كنيس قرب الأقصى وأوامر هدم في النقب الاحتلال يحرم المقدسيين من المياه إلى عمان وصحيفة الوطن ونقرأ فيها الفلسطينيون إلى استئناف فوري للمسار الأممي حال عدم حمل كيري جوابا واضحا عن الأسرة وانتهاءا من الجزائر وصحيفة أخبار اليوم التي كتبت انزال دبلوماسي في الجزائر في إشارة لزيارة كل من وزير الخارجية الأمريكي وأميري قطر وأخيرا يوم الأرض شاهد على طغيان الكيان الصهوميوني حماس لا تفريط في شبر من فلسطين هناك خبر آخر ليس لصحفي أن تتناوله لا تنسوا أن اليوم هو الفاتح من أبريل نيسان فحذري أن تكونوا طعما لسمكة أبريل إليك دينا شكرا لك دلولة والآن إلى الماضي الحاضر ترجمة نانسي قنقر والآن إلى العنوين كيري يستنف لقاءاته المكثفة في فلسطين المحتلة لمنع انهيار المفاوضات ويلتقي مجددا يوم نتنياهو ثم عباس بدى لقائه فجرا وفدا فلسطينيا في القدس الله أكبر المعارضة تؤكد استعادة الجيش السوري السيطرة على قمة استراتيجية في ريف الأذيقية واشتباكات دامية بين نصرة وداعش في الحسكة السلطات المصرية تقدم أدلة جديدة على تورط مرسي والإخوان في التخابر مع الخارج وتهريب وثائق سرية الانتخابات البلدية تطيح رئيس الحكومة الفرنسية وهولند يستبدله بمانويل فالس رئيس أو وزير داخلية ختم النشر نشكر لكم حسنا المتابعة السلام عليكم اشتركوا في القناة